بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله وسلم و بارك لنبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد أيها الطلاب والطالبات سلام الله عليكم و رحمته و بركاته و حياكم الله تعالى و بياكم و أهلاً و سهلاً بكم معنا في درس من الدروس المتعلقة بالتجويد و درسنا يتعلق من أهم الدروس المتعلقة بالتجويد في مخارج الحروف و صفاتها فكونوا معي و الطلاب والطالبات حتى بإذن الله تعالى نتفهم و نستوعب درسنا و لكن قبل ذلك أستعرض و إياكم أبرز و أهم الأهداف المرسومة لدرسنا فكونوا معي و الطلاب والطالبات في الوقوف على ما يتعلق بالأهداف أول هدف نسمو إلى تحقيقه من خلال درسنا هو أن يذكر الطالب و الطالبة مخارج الحروف الإجمالية فالطالب و الطالبة لا بد أن يكون على دراية و على علم و على إحاطة بمخارج الحروف حتى بإذن الله تعالى يتمكن من مراعاتها أثناء تلاوته أيضا من الأهداف أن يذكر الطالب و الطالبة صفات الحروف فلكل حرف صفته الخاصة به و قد يشترك بعض الحروف في بعض الصفات فمن الأهداف أن يكون الطالب و الطالبة على علم بصفات الحروف و الثالث أن يميز الطالب و الطالبة بين مخارج الحروف و صفاتها لا بد أن يكون هناك فرقا بين المخارج و بين الصفات و هذا مما يتبين بإذن الله تعالى أثناء درسنا و أخيرا من الأهداف أن يطبق الطالب و الطالبة المخارج و الصفات عند التلاو و هذا المقصود المقصود من درسنا لبه هذا الدرس هو أن يكون لهذا الدرس أثره العمل في تلاوة الطلاب و الطالبات إذن هذا ما يتعلق بالأهداف المرسومة لدرسنا بعد هذا آتي و إياكم نقف على هذا النشاط الذي يتعلق بالمخارج و نقف و إياكم على هذا النشاط نحاول سويا حل هذا النشاط الذي معنا في ضوء ما تعلمته و أيها الطالب و الطالبة في الدروس السابقة أحدد مخارج الحروف الجمالية مع بيان حروف كل مخرج من خلال هذا الجدول من خلال هذا الجدول عندنا خمسة حقول و لاحظوا معي المخرج يبدأ هنا ثم نضع الحروف التي هي تابعة له فنبدأ أول مخرج من مخارج الحروف و نختبر ما عندكم من خلفية فكونوا معي حتى نتشارك سويا في الإجابة على هذا النشاط إذن أول مخرج نبدأ به مخرج الحلق إذن الحلق مخرج من مخارج الحروف ما هي الحروف يا ترى التي تخرج من الحلق فنأتي و إياكم إلى الاستذكار و كل منكم يستذكر الحروف التي مخرجها الحلق نأتي إلى هذه الحروف و نتبين أنها كالتالي الهمزة و الها و العين و الحا و الغين و الخا و قد سهل عليك أيضا فهمها أن تعرف أن حروف الإظهار هي نفسها حروف الحلقية فإذن الحلق مخرج لحروف الستة الهمزة و الها و العين و الحا و الغين و الخا هذا ما يتعلق بمخرج الحلق نأتي إلى مخرج آخر من مخارج الحروف نختبر ما عندكم من معلومات فكونوا معي في هذا المخرج أقصى اللسان اللسان له أقصى و له وسط و له طرف نأتي الآن إلى الوقوف على الحروف التي مخرجها أقصى اللسان ما هي كنوا معي لاحظ حرفان فقط حرف القاف و حرف الكاف اق لاحظ اك لاحظ معي أن هذين الحرفين القاف و الكاف هما مخرج من أقصى اللسان بعد هذا انتقلوا معي إلى مخرج آخر من مخارج الحروف كنوا معي في اشتراك في هذا النشاط حتى تختبروا معلوماتكم و حتى يكون للدرس أثره بإذن الله تعالى الثالث عندنا وسط اللسان قلنا قبل قليل أن اللسان له أقصى و له وسط و له طرف ما هي الحروف التي مخرجها وسط اللسان نعم أحسنتم نأتي إلى بيانها وهي حرفان فقط الجيم و الشين اج لاحظ اج اش لاحظ معي فحرف الجيم و حرف الشين هما يخرجان من مخرج وسط اللسان هذا ما يتعلق بهذا المخرج نأتي إلى الرابع من المخارج فكونوا معي في هذا المخرج وهو طرف اللسان ما هي الحروف التي تخرج من طرف اللسان لا شك أنكم تعرفون الحروف التي تخرج من طرف اللسان وهي التا ات لاحظ ات و حرف الثا ات لاحظت كيف أن هذا الحرف يخرج من طرف اللسان كذلك الدال ات و كذلك حرف الدال ات و كذلك حرف الطا ات تلاحظ أن لسانك يضرب في الثناء العليا و أخيرا حرف الض إذن هذه حرف الستة هي تخرج من طرف من طرف اللسان أخيرا من المخارج و مخرج الشفتان الشفتان لهما أحرف تخرج منها ما هي الأحرف التي مخرجها الشفتان هي الباء و الميم إب إم لحظت معي تجد أن هذين الحرفين يخرجان من الشفتان إذن هذا ما يتعلق بمخارج الحروف على وجه الإجمال عرفنا مخرج الحلق و هي الهمزة و الها و العين و الحاء و الغين و الخاء ثم عرفنا أقصى اللسان الحروف التي تخرج منه هما حرف القاف و الكاف و كذلك وسط اللسان الحروف التي تخرج منه الجيم و الشين و طرف اللسان الحروف التي تخرج منه هي التاء و الثاء و الذال و الدال و الطاء و الضاء و أخيرا مخرج الشفتان يخرج منه الحرف الباء و حرف الميم بعد هذا أنتقل و إياكم إلى نشاط آخر نزداد فيه تمهرا فيما يتعلق بصفات الحروف فكونوا معي أمامنا الآن نشاط و جدول نختبر فيه معلوماتكم و نزداد بإذن الله تعالى فيه دراية و إلماما بصفات الحروف في ضوء ما تعلمته في الدروس السابقة و أحدد صفات الحروف مع بيان حروف كل صفة من خلال الجدول الآتي فنأتي الآن إلى ذكر الصفة ثم نذكر الحروف التي لها هذه الصفة أول صفة من الصفات صفة الهمس و الهمس صوت يخرج عند الوقوف و السكون على الحرف ما هي الحروف التي لها خاصية الهمس؟ هي كما على الشاشة أمامكم الفاء و الحاء لاحظ معي و الثاء و كذلك الها و الشين و الخاء و الصاد و السين و الكاف و التاء هذه الحروف إذا وقفت عليها في الكلمة و سكنت يظهر صوت هذا الصوت يسمى الهمس أنت مثل أنت لاحظ الصوت عندما وقفت على التاء تسمع صوتا عند الوقف على التاء هذا يسمى الهمس نأتي إلى الصفة التي بعدها و هي الجهر يقابل الهمس الجهر ما هي الحروف التي تمتاز بهذه الصفة نأتي إلى أن الحروف التي بقيت عدا ما ذكر في الهمس هي حروف الجهر إذن بقية الحروف التي لم تذكر في الهمس هي حروف ماذا؟ هي حروف الجهر لك أن تنظر إليها و أنت جالس عند كتابك و تحاول أن تذكر الحروف تكتبها أمام الجدول التي لم تذكر في الهمس حتى تقف عليها بالتحديد هذا ما يتعلق بهذه الصفة انتقل معي إلى صفة أخرى من صفات الحروف و هي الشدة الشدة الصفة الشدة هناك حروف لهذه الصفة ما هي الحروف التي تمتاز بهذه الصفة؟ نأتي إلى بيان هذه الحروف هي الهمزة و الجيم و الدال و القاف و الطاء و الباء و الكاف و التاء لاحظ معي هنا ينتبه بعض الطلاب و الطالبات إلى اشتراك اشتراك بعض صفاتها التوسط نأتي إلى هذه الحروف أمامكم لن عمر اللام والنون والعين والميم والراء فهذه تمتاز بصفة التوسط انتقل معي إلى صفة أخرى أيها الطالب و الطالبة و هي صفة الرخاوة صفة الرخاوة ما هي الحروف التي لها صفة الرخاوة؟ نأتي إليها هنا بقية الحروف عدا حروف الشدة و حروف التوسط لاحظ معي الآن عندنا مراتب الشدة ثم التوسط ثم الرخاوة لك أيها الطالب و الطالبة أن تكتب بقية الحروف التي لم تذكر في الشدة و كذلك التوسط نأتي و إياكم إلى كذلك صفة من صفات الحروف فكونوا معي مع هذه الصفة و هي الاستعلاء و هو التفخيم ما هي الحروف التي لها صفة التفخيم أو الاستعلاء؟ نعم أحسنتم هي حروف خصة و تنقض حرف الخاء و الصاد و الضاد و الغين و الطاء و القاف و الضاد فهذه تمتاز باستعلاء بالتفخيم و ما يقابل الاستعلاء هو الاستفال نأتي إلى صفة الاستفال ما هي الحروف التي تمتاز أو تتصف بصفة الاستفال؟ هي بقية الحروف التي لم تذكر في الاستعلاء إذن لك أن تحصر هذه الحروف و تكتبها أمام صفة الاستفال انتقل معي أيها الطالب و الطالبة إلى صفة أخرى من صفات الحروف و هي الإطباق صفات الإطباق ما الحروف التي تمتاز بهذه الصفة؟ نجد أن الحروف هي الصاد و الضاد و الطاء و الضاد فهذه تمتاز بصفة الإطباق نأتي إلى ما يقابل الإطباق من الصفات و هي الانفتاح إذن ما هي الحروف التي لها صفة الانفتاح؟ نجد أنها بقية الحروف عدا المذكورة في صفات الإطباق عندنا أربع حروف في صفتها الإطباق ما عدا الأربعة يكون صفته الانفتاح انتقل معي أيها الطالب و الطالبة كذلك إلى صفة أخرى من صفات الحروف و هي الإذلاق صفة الإذلاق ما الحروف التي لها صفة الإذلاق؟ نجد أن هذه الحروف هي حرف الفاء و حرف الراء و حرف الميم و حرف النون و كذلك حرف اللام و حرف الباء هذه حروف ماذا؟ حروف الإذلاق نأتي إلى صفة أخرى من صفات الحروف و نبين حروف الإصمات ما هي الحروف التي لها صفة الإصمات؟ نتبين من خلال جدول أنها بقية الحروف فيقابل الإذلاق الإصمات فإذا عرفت أن هذه الحروف الستة هي من صفات الإذلاق تتبين أن بقية الحروف صفتها الإصمات فتبين الحروف و تحاول كتابتها أمام الجدول حتى تميز بإذن الله تعالى هذه الحروف التي صفتها الإصمات نأتي و إياكم أيضا إلى صفة أخرى من صفات الحروف فكونوا معي و هي القلقلة و هي الطراب اللسان في الفم ما الحروف التي صفتها القلقلة؟ نجد أنها المجموعة في قولك قطب جد القاف و الطاء و الباء و الجيم و الدال نأتي أيضا إلى صفة أخرى من صفات الحروف أيها الطلاب و الطالبات و هي صفة الاستطالة حرف يستطيل في الفم و هو حرف واحد كما تعلمون حرف الضاد حرف الضاد من صفته الاستطالة إن فرد هذا الحرف بهذه الصفة لا يشترك معه أي حرف من الحروف في هذه الصفة نأتي إلى صفة أخرى و هي التفشي و هو الانتشار ما الحرف الذي له هذه الصفة؟ هو أيضا حرف واحد و هو حرف الشين لا يشترك معه حرف آخر في هذه الصفة نأتي كذلك أيها الطلاب و الطالبات إلى صفة أخرى من صفة الحروف و هي صفة الانحراف ما الحرف الذي يمتاز بهذه الصفة؟ نجد أيضا أن هذه الصفة لها حرفان فقط هما حرف الرام و حرف اللام لا يشترك معهما حرف من حروف في هذه الصفة ثم نأتي إلى صفة أخرى أيضا و هي التكرير و هذه الصفة هي فقط في حرف واحد من الحروف و هو حرف ماذا؟ حرف الراء و لا يعني أن تكرر هو ينطبع بهذه الصفة لكن لا يعني أن القارئ يكرر الحرف و إنما من طبيعة حرف الراء التكرار لكن التكرار لا يظهر في حال النطق أخيرا من الصفات صفة الصفير و هو صوت يظهر خلال النطق بالحرف و حروف هذه الصفة هي السين و الصاد و الزائف و أيضا ننبه إلى أن هذه الصفة لا يعني ظهور الصفير لأن بعض من يقرأ يبالغ في إظهار الصفير حتى يسمع صوت و المقصود أن لها هذه الصفة لكن لا ينبغي أن تظهر أثناء التلاوة سواء عند حرف السين أو حرف الصاد أو حرف الزائف هذا ما يتعلق أيها الطلاب والطالبات بصفات الحروف و بينا بحمد الله تعالى الصفة و الحروف التي تمتاز بهذه الصفة هذا ما تيسر ذكره أيها الطلاب والطالبات حول مخارج الحروف عن الإجمال و كذلك صفات كل حرف من هذه الحروف بهذا بحمد الله تعالى تم الدرس أشكر لكم أيها الطلاب والطالبات طيب المتابعة و حسن المشاهدة و إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ترجمة نانسي قنقر